بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا معكم مستر محمد السيد السلاموني من قناة سلاموني تريدينج النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن شمعة المطرقة همر عندما يكون اتجاه الأسعار في هبوط فإن هذه الشمعة تعرف باسم المطرقة وهي تتكون من جسم صغير في الجزء العلوي من مدى الأسعار وظل سفلي طويل نسبيا يجب أن يكون طوله أي طول هذا الظل يساوي على الأقل ثلاثة أمثال ضعف طول الجسم مع العلم أن اللون ليس له أي أهمية أي أن لون الجسم ليس له أي أهمية فقد يكون أخضر أو أحمر والمطرقة إما أن تكون بلا ظل علوي أو بظل علوي ولكنه صغير جدا وهي شمعة تنبئ بناكاس الاتجاه وعادة ما يعمل الظل السفلي كدعم للأسعار فيما بعد وينقسم نموذج المطرقة إلى عدة أقسام القسم الأول الرجل المعلق هنج جيمان أو الرجل المشنوق وهو نمط يأخذ شكل المطرقة نفسه إلا أنه يظهر في اتجاه الأسعار الصاعد مما يشير إلى أن الأسعار عرضة للسقوط وأن المشترين عرضة للشنق وأن السوق سيقوم بشنق المشترين وتعزيزا لذلك يتدخل الدببة البائعين البوليش في الجلسة التالية لخفض الأسعار والقيام بالبيع وخاصة أن الأسعار قد وصلت إلى قمتها وكما قلنا ليس للون الجسم أي أهمية والنوع الثاني من أنواع شمعة المطرقة هو المطرقة المقلوبة انفيرتد هامر وهي تتكون من جسم صغير يتدلى من خط علوي طويل أي شمعة بجسم صغير سفلي وظل علوي طويل نسبيا طوله يساوي على الأقل ضعف طول الجسم والمطرقة المقلوبة انفيرتد هامر إما أن تكون بدون ظل سفلي أو بظل سفلي صغير هذه الشمعة لها شكل النجمة الطائرة نفسه ولكنها تظهر عندما يكون اتجاه الأسعار في لزول ويمكن أن يكون لون جسمها أخضر أو أحمر حيث أنها تنبئ بنعكاس الاتجاه وببدء صعود الأسعار ويفضل أن يؤكد السوق في الجلسة التالية تدخل المشترين الثلان ويؤكد أن حركة الأسعار صاعدة والنوع الثالث من أنواع شمعة المطرقة هو النجمة الطائرة شوتينج ستار وهي شكل المطرقة المقلوبة نفسه ولكنه يظهر بعد ارتفاع كبير في الأسعار وهي تنبئ ببدء هبوط الأسعار وعادة ما يعمل الظل العلوي كمستوى مقاومة للأسعار إذا ما عاودت الصعود إليه حيث يكون طول الظل العلوي على الأقل يساوي ثلاثة أضعاف طول الجسم وهذه الشمعة في شكلها المثالي يكون هناك فجوة بينها وبين الشمعة السابقة كيف تستخدم شمعة المطرقة وأخواتها في عملية التداول في الحياة العادية كل وضعيات المطرقة تسمى مطرقة أيا كان شكلها وأيا كان وضعها أما في عالم التحليل الفني وفي عالم الشموع اليابانية فإن لكل وضع للمطرقة اسم معين يكون له مدلول مختلف حيث كل وضعية تعبر عن برايس أكشل السوق واتجاه معين للسعر وهناك أربع أخوات للمطرقة مختلفة في الشكل ومختلفة في مفهوم التداول بها لقم واحد هامر كاندلستيك اتنين هانجنجيمان تلاتة انفرتد هامر أربعة شوتينج ستار كاندلستيك أولا هامر كاندلستيك كيف تستخدم هذه الشمعة في عملية التداول أو بمعنى آخر ما هي الشروط التي يجب توفرها حتى نتمكن من استخدام هذه الشمعة على الوجه الصحيح رقم واحد لابد أن يكون الاتجاه السابق لها هابط تاني حاجة لا تأتي في اتجاه صاعد تالت حاجة لا تأتي في اتجاه عرضي إذا ظهرت في اتجاه آخر غير الاتجاه يكون لها اسم آخر ومعنى آخر في التداول رقم خمسة الاتجاه المتوقع لشمعة المطرقة نظريا بعد ظهورها هو الاتجاه الصاعد رقم ستة وعلى ذلك فإن شمعة المطرقة هي شمعة عاكسة للاتجاه كما هو موضح على الشرط رقم سبعة تزداد قوتها في عكس الاتجاه السابق لها من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد إذا وقعت في مستوى دعم وإذا وقعت في منطقة مقاومة رقم تمانية في هذه الحالة يكون الاتجاه المتوقع هو الصعود وبنان عليه يتدخل المشترون اللي هما البوليش البيرز بالشراء وهناك بعض الملاحظات على شمعة المطرقة هامر كاندلستيك رقم واحد شمعة المطرقة يمكن أن تصبح منطقة دعم مستقبلية في حالة الرجوع إليها من جديد حيث أنها تظهر في قاع الاتجاه رقم اتنين على وجه العموم فإن شمعة الهامر نسبة عكس الاتجاه السابق لها أعلى بكثير من نسبة استمراريته في الهبوط ثانيا شمعة المطرقة المقلوبة انفيرتد هامر كاندل هي نفس شمعة المطرقة العادية لكنها معكوسة بشكل متماسل وعكسها في كل الخصائص التي قلناها حيث رأس المطرقة لأسفل والظل هو الجزء العلوي وهي تشير إلى إشارة صعودية محتملة كما نرى على الشرط ثالثا شمعة الرجل المشنوق هانجينجمان كاندل هي بمسابة تحذير للمشترين من إنعكاس هبوطي محتمل ولا بد هنا من ظهور شموع التأكيد رابعا شمعة الشهاب الساقط شوتينج ستار كاندل ستيك تظهر في الاتجاهات الصعودية مما يدل على نعكاس محتمل في الاتجاه كما نرى على الشرط وفي النهاية أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته